موسيقى نشرة منتصف الليل عبر شاشة ريبيا لكل الاحرار والبداية بالعنوين مقتل ثلاثة من افراد حرسة بوابة ابو جرين في هجوم من قبل مجموعة تنسب نفسها لما يعرف بتنظيم الدولة وابو سهمين يقول ان هذه التنظيمات هي العدو الحقيقي ضد بناء الدولة موسيقى رئيس غرفة عملية السرط يقول ان ما يعرف بتنظيم الدولة بس تسيطرته الكاملة على المنطقة الممتدة من سرط لابن جواد موسيقى انقاذ ما يقارب ثلاثة الاف وخمسمائة مهاجر غير نظامي في المتوسط في الساعات الاربع والعشرين الماضية وتوقعات بارتفاع قوارب الهجرة هذا الصيف موسيقى اهلا بكم ما اكد عميد بلدية مصراتة محمد اشتوي تعرض بوابة ابو جرين شرق المدينة لهجوم مسلح اسفر عن مقتل ثلاثة من افراد الحراسة وجرح ثلاثة اخرين بينهم اثنان حالتهما خطرة واضح اشتوي لقناة ليبيا لكل الاحرار ان مجموعة مسلحة تنسب نفسها لما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية تسللت الى منطقة قرب البوابة التي تتبع الشرطة العسكرية في المنطقة الوسطى ثم اطلق افرادها وابلا من الرصاص على افراد الحراسة في سياق متصل نعل مجلس البلدي مصراتة في بيان له مقتل الافراد الثلاثة اثناء تأديتهم لواجبهم الوطني بحسب البيان ودع القائد الاعلى للجيش ورئيس المؤتمر الوطني نوري ابو سهمين في بيان له كافة ابناء الشعب الى توحيد الكلمة ونبذ الخلافات والتأزل للتصدي لمواصفه بالتنظيمات الارهابية مضيفا انها العدو الحقيقي ضد بناء دولة مستقرة وطلب ابو سهمين كافة الجهات المعنية باذهار الحقيقة لرأي العام واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من كانت له يد في هذه الجريمة الاثمة حسب نص البيان قال رئيس غرفة عمليات السرط محمد الزادمة لقناة ليبيا لكل الاحرار انما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية بسط سيطرته الكاملة على المنطقة الممتدة من سرط لابن جواد مضيحا ان التنظيم دخل منطقة هراوى دون اي اجتباكات وضف الزادمة لقناة ليبيا لكل الاحرار ان الشرطة العسكرية انسحبت من منطقة هراوى الى الجفرة نتيجة ضغوط من قبل اعيان المنطقة واهالي المحتجزين لدى تنظيم الدولة مشيرا الى ان التنظيم سلم الاسر المحتجزين لديه من قبيلة اولاد اسلمان الى ذويهم هذا وحذر رئيس غرفة عمليات السرق من سيطرة التنظيم على منطقة الهلال النفطي داعيا جميع الليبيين الى ضرورة التوحد في مواجهته ومع توصل تأزم الاوضاع الامنية في البلاد يوصل ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية تمدده بعدد من المدن وفق ما يؤكده عدد من المصادر التقرير الاتي يرصد خطوات التنظيم منذ ظهوره لاول مرة في ليبيا ظهر تنظيم الدولة الاسلامية لاول مرة بمنطقة نوفلية جنوب شرق سر التزامنا مع العمليات العسكرية التي شهدتها منطقة الهلال النفطي بين قوات عملية الشروق المكلفة من قبل المؤتمر الوطني العام وحرص المنشآت النفطية التابعة لجذران وبدأ التنظيم بشن هجماته على الحقول النفطية القريبة من مرادة وزلة مستهدفا حقول المبروك والباهي والظهر والحفرة والغاني وأسفرت عن إلحاق أضرار بلغة بهذه الحقول ومع سيطرة التنظيم على عدد من المؤسسات بسرط كلف المؤتمر الوطني العام الكتيب 166 بحماية المدينة ودخل التنظيم في مواجهة مع قوات الشروق على إثر مقتل أربعة من منتسبي التنظيم وكانت البداية باستهداف التنظيم لدورية تابعة لقوات الشروق بمنطقة هراوة واندلعت بعدها المعارك بين الكتيبة 166 وقوات مساندة من منطقة هراوة من جهة وما يعرف بتنظيم الدولة من جهة أخرى في سرط والنوفلية وهراوة ورغم المحاولات التي قام بها أعيان المنطقة لحل الأزمة إلا أنها لم تجد نفعا وأدى انسحاب الكتيبة خارج سرط إلى سيطرة التنظيم على عدد من مرافق المدينة بما فيها قاعدة القرضبية الجوية ومدار سرط ومحاصرة منطقة هراوة التي استولى عليها التنظيم في وقت لاحق بعد انسحاب الشرطة العسكرية وقوات كتيبة حمدسي في النصر ليبسط التنظيم سيطرته على المنطقة الممتدة من بن جواد شرقا حتى مدينة سرط وبدأ تنظيم في التوسع خارج سرط ليستالف مدينة مصرات من خلال تفجير البوابات الشرقية والغربية للمدينة نظرا لانتماء قوات الكتيبة 166 لهذه المدينة وتعتبر نشأة التنظيم في ليبيا بمدينة درنا التي يسيطر عليها التنظيم بشكل شبه كامل في أكتوبر من العام الماضي بالإضافة إلى أنه أعلن عن موجوده في بنغازي بداية المواجهات مع قوات عملية الكرامة قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون في زيارة له لأحد قوارب إنقاذ المهاجرين غير النظاميين في البحر الأبيض المتوسط قال إنه يتوقع أن يحاول مئات آلاف الأشخاص عبور البحر عبر القوارب من السواحل الليبية هذا الصيف وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فقد قال فالون إن القوات المنتشرة في عرض البحر الأبيض المتوسط أنقذت ما يقرب من ثلاثة ألاف وخمسمائة شخص في الساعات الأربع والعشرين الماضية كما حث فالون بقية الدول الأوروبية على تقديم المساعدة في قضية إنقاذ المهاجرين مشيرا إلى أن أكثر من ثلاثة ألاف شخص يحاولون يوميا العبور باتجاه السواحل الأوروبية انطلاقا من ليبيا أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الجولة القادمة لجلسات الحوار السياسي الليبي في الصخيرات ستبدأ اليوم الاثنين أضفت البعثة في بيان لها أن هذه الجولة ستناقش المسودة الجديدة للاتفاق السياسي بالاستناد إلى الملاحظات التي قدمت مشيدة بالقرار الذي اتخذه المؤتمر الوطني العام مؤخرا بالمشاركة في جولة الحوار القادمة وأحثت البعثة الأطراف المعنية على الانخراط في المناقشات القادمة بروح المصالحة والإصرار على التواصل إلى اتفاق سياسي لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا مؤكدة أن لديها قناعة راسخة بأن هذه الجولة ستكون حاسمة وأشارت البعثة إلى أنه لا حل عسكريا للأزمة الحالية في البلاد قال عضو مجلس النواب المقاطع لجلسات طبرق فتح باشاغا إن جلسات الحوار المقبلة لن تتناول مناقشة ملف حكومة الوحدة الوطنية سواء في الصخيرات أو برلين وإنما ستتم مناقشة مسودة الاتفاق النهائية وأكد باشاغا في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار ضرورة الخروج باتفاق جماعي على المسودة بما فيها من أمور تتعلق بالجهة التشريعية والترتيبات الأمنية وبند فصل السلطات ومن ثم سيأتي الحديث عن رئاسة الحكومة وأعضائها بحسب قوله فيما رأى عضو مجلس النواب فهم التواتي أن جلوس الأطراف بشكل مباشر في حوار الصخيرات مطلوب ويبني الثقة بينهم ولكن مجلس النواب صوت في وقت سابق على أن هذا القرار يمثل تساويا في الشرعية هذا القرار اتخذه مجلس النواب الكامل ورأى فيه أن جلوس بشكل مباشر هو يمثل تساوي في الشرعية ونحن لا نريد أن نخوض في هذا المجال لأنه قد يثير بعض النقاط ولكن حقيقة نحن نتحاور وليس نتفاوض التفاوض شيء هو التحاوض الآخر ذكرت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا على صفحتها على فيسبوك أنها ترحب بمجهودات الليبيين في محاربة ما يعرف بتنظيم الدولة وضفتها سفارة أن تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا هو الحل الأنسب لمحاربة ما وصفته بالإرهاب مدينة ما سمتها الأفعال الشنيعة التي يرتكبها تنظيم الدولة والمجموعات المسلحة الأخرى في ليبيا يشار إلى أن تنظيم الدولة تمكن من السيطرة على منطقة هراوة والانتشار داخلها دون أي اشتباكات بعد اتفاق بين التنظيم وأهالي المنطقة ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن تمدد ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا يمكن أن يزيد من زعزعة الاستقرار ويمنح المتطرفين قاعدة جديدة ينطلقون منها لشن هجمات في شمال أفريقيا وأضحت الصحيفة أن سبب تمدد التنظيم يعود إلى الأزمة السياسية في ليبيا بوجود برلمانين وحكومتين وقالت أنه يوجد قرابة ثلاثة ألاف مقاتل في صفوف التنظيم مضيفة أن ليبيا أصبحت قاعدة لتدريب متطوعي تنظيم الدولة من تونس والجزائر ومصر وقالت واشنطن بوست أن ليبيا تعتبر مكانا استراتيجيا للتنظيم بسبب موقعها الجغرافي وبسبب اتساع صحاريها حيث يمكن لعناصر التنظيم العمل بحرية احتضنت القاهرة أمس الأحد اجتماعا ثلاثيا لبحث الأوضاع في ليبيا الاجتماع الذي ضم مصر والجزائر وإيطاليا بحث الحل السياسي ومواجهة تحديات الهجرة غير النظامية والإرهاب المزيد حول هذا الاجتماع في التقرير الآتي اجتماع تشاوري جديد بين مصر والجزائر وإيطاليا بالقاهرة وذلك لبحث الأوضاع في ليبيا وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد على ما يجمع الدول الثلاث من مصالح وشواغل مشتركة تتعلق بضرورة العمل على استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا ودعم التوصل إلى حل سياسي ومواجهة التهديدات المشتركة المخاطر سوف تستمر وسوف تتفاق سوف تؤدي إلى مخاطر مباشرة طول كل من مصر والجزائر والشركاء المتوسيطين ومن ضمنهم تابعا إيطاليا الوزير الجزائري المكلف بالشؤون العربية والمغاربية أكد أن الوضع في ليبيا يمثل بالنسبة لبلاده قضية أمنية جوهرية مشددا على ضرورة قيام حكومة ليبيا تسيطر على الأوضاع لما نتحدث ونتكلم نحن في الجزائر على حكومة وفاق وطني هذا يعني على مؤسسات دولة تسيطر حقيقة على الوضع الموزير الخارجية الإيطالي باولو جنتلوني فقد أكد تأثر إيطاليا القوي بالوضع المطالب في ليبيا معربا بشكل خاص عن قلق روما من تصاعد الهجرة غير النظامية من ليبيا إلى إيطاليا الوضع في ليبيا يمثل مشكلة تمس إيطاليا بكل قوة وخلال العام الماضي فإن ثلثي المهاجرين غير النواميين نحن أوروبا قد عبروا المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا الاجتماع يندرج ضمن الحراك الدولي الهادف إلى الوصول إلى تسوية للأزمة الليبية ويأتي بعد اجتماع بين البلدان الثلاثة في أبريل الماضي برغم خصص كذلك للوضع الليبي وقد شهدت اللوينة الآخرة تسارعا في المساعي الدولية للوصول إلى حل للأزمة الليبية مواقف دولية توحدت أساسا حول ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية التقرير الآتي يستعرض عددا من هذه المواقف تدخل الأزمة الليبية عامها الخامس في مساري أخذ شكلا تصعوديا نتج عنه قسام سياسي وعسكري وصاحبه تفاكك اجتماعي وتعثر اقتصادي يضاف إلى ذلك تمدد ما يعرف بتنظيم الدولة في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة وأمام هذا الوضع المعاقد تعددت مسارات الحوار في محاولة لإيجاد حل للأزمة البعثة الأمامية أكدت في أكثر من مناسبة أن تعدد مسارات الحوار التي تشمل الأطراف السياسية والأحزاب والمجالس البلدية والثوار والنساء تصب في دائرة المصالحة الوطنية غير أن بعض المراقبين يعتبرون التعدد في حد ذاته أحد أهم يدوات تعثر الحوار حتى الآن أول هذه الاجتماعات كان اجتماع دول الجوار بتونس في يوليو 2014 ومع تطور الأوضاع الميدانية في ليبيا أخذت البعثة الأمامية على عاتقها تنظيم اجتماعات للفاعلين السياسيين للوصول إلى اتفاق نهائي ودفع لمجهودات الحوار الوطني الليبي عقدت دول الجوار اجتماعات عدة كان آخرها اجتماع جمينا في الخامس من يونيو الجاري الذي شدد في بيانه الختامي على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا وتزامنا مع اجتماعات دول الجوار نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعات موازية في بروكسل وتونس والجزائر ضمت المجالس البلدية ومنظمات المجتمع المدني يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه وطيرة الاجتماعات في الفترة الأخيرة من اجتماع القبائل الليبية بالقاهرة والاجتماعات الثلاثية بين مصر وإيطاليا والجزائر إلى اجتماعات الدول الكبرى ببروكسل وصولا إلى اجتماع برلين الذي سينعاقد في العاشر من هذا الشهر تعدد مسارات الحوار الوطني حققا حسب محاللين نجاحا نسبيا رغم تحفظات من قبل البعض ويعلق الليبيون والمجتمع الدولي اليوم آمالا كبيرة على حوار الصخيرات للخروج باتفاق نهائي علّه يطوي صفحة الأزمة التي تعيشها ليبيا هذا وشهدت عدة مناطق من البلاد في الفترة الأخيرة عمليات تبادل لمحتجزين بمبادرات من جهات حقوقية وأهلية وذلك وسط آمال في تعميم هذه المبادرات وأن تساهم في توحيد الليبيين ضد المخاطر المشتركة المزيد في سياق هذا التقرير تنهال الدموع على وجه خضبته جراح الفراق ترويه أملا وتكسوه فرحا وتنسيه ألم البعد وتوسد الحنين لابن وأخ وأب وأصدقاء كثيرين إن قطعت بهم الصبول ولم يقطع الدعاء رجاء عودتهم سالمين مايو الماضي كان شهدا على إبرام العديد من مبادرات الصلح ولم شمل الفرق مساع تجسدت في عزم فرق المصالحة على المضي في ملف تبادل المحتجزين بعد إتمام عملية تبادل لما يزيد عن الخمسين بين مدينتي صبراطة وسرمان من جهة ومدينة الزنتان من جهة أخرى فرق الهلال الأحمر لبي ومجالس أعيان مدن مصراطة والزنتان وسرمان وزوارة وكتائب الثوار راعت هي الأخرى عملية تبادل ما يزيد عن العشرين محتجزا بين مصراطة والزنتان وحدها ونجحت عملية أخرى أخلي فيها سبيل ثمانية عشر سيرا في جنوب مدينة صرمان مدينة الزاوية شهدت عملية تبادل للمحتجزين مع الزنتان تم بموجبها اطلاق صراح واحد وخمسين شخصا كما نجحت جهود مماثلة في التوصل إلى اتفاق تهديئة في براك الشاطي ما ساعد في فتح الطريق التي تربط المدينة بسبها أخر الجهود التي تكللت بالنجاح كانت وقف اطلاق النار في مدينة أبار جنوبا والتي شهدت اجتباكات عنفة بين مسلحين من قبائل التبو والطوارق لمدة تقرب من عشرة أشهر تأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه ما يعرف بتنظيم الدولة توسعا في رقعة نفوذه مستفيدا حسب مراقبين من حالة الصراع المستمر والانقسام السياسي في البلاد فيما تغيب مبادرة الحوار عن بنغازي ودرنالتين تعيشان على وقع أحداث تحصد أرواح بريئة على أمل أن يحذوا حكماء هتين المدينتين حذو من سبقهم نحو الصلح ويبقى التساؤل المطروح هل يوحد خطر الإرهاب الليبيين كما توحدوا في ثورة السبع عشر من فبراير أمام نظام القذافي واعتبر رئيس لجنة التواصل والحوار بمسرات أبو بكر الهريش خلال برنامج العاشرة أن الأولوية الآن لمبادرات حقن الدماء ووقف القتال ومن ثم الانتقال إلى باقي الملفات العالقة الآن عندنا ملف أو خطوة أولى يجب أن تتحقق وهي حقن الدماء لابد من وقف القتال نوقف القتال وبعدها نبدأ في هذه الملفات كل من يريد أن يرفع الحرب الآن أو يرفع البندقية في وجه أخي الليبي يجب أن نجو ضد كلنا نحقن الدماء نخلي الناس يتمكنوا من سكنهم من بيوتهم ويستقروا ونحاول التحقيق لها من ثم نفتح كل الملفات فيما اعتبر الناطق باسم مجلس حكماء وشورى سبها حسن نرقيق أن الخروقات التي تشهدها اتفاقات الهدنة هي محاولة لإفشال التهدئة لذا يجب عدم الاكتراث بها ومواصلة الالتزام بالتهدئة الخروقات التي تحصل بعد التهدئة لا بد أن تحصل هذا مقياس نجاح وفشل هذا صراع بين خير وشر هذا يبين الرجال هل تستطيع أن تستمر عن الهدنة أو لا تستمر لابد أن يكون هناك صراع حتى في الداخل لكن عندما تحصل هذه الخروقات ولا يعبرها أحد من الناس خاصة قادة الحروب سوف تستمر الهدنة وينهزم هؤلاء أفاد مصدر أمني في مدينة ترهونة أن مسلحين تابعين إلى ما يعرف بجيش القبائل شنوا هجوما على بوابة فمولغا عند مدخل المدينة الشمالية أوضح المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار والذي فضل عدم ذكر اسمه أن ثلاث سيارات تابعة لما يعرف بجيش القبائل هجمت عناصر الغرفة الأمنية المشتركة ترهونة المتمركزين في البوابة ما أسفر عن مقتل أحد المهاجمين وإصابة آخر فضلا عن تمكن القوة المهاجمة من خطف عنصرين من أفراد الغرفة الأمنية وأشار المصدر أن عناصر الغرفة استعادوا السيطرة على البوابة فيما لذا باقي المهاجمين بالفرار قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون في زيارة له لأحد قوارب إنقاذ المهاجرين غير النظاميين في البحر الأبيض المتوسط قال إنه يتوقع أن يحاول مئات آلاف الأشخاص عبور البحر عبر القوارب من السواحل الليبية هذا الصيف وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فقد قال فالون إن القوات المنتشرة في عرض البحر الأبيض المتوسط أنقذت ما يقرب من ثلاثة ألاف وخمسمائة شخص في الساعات الأربع والعشرين الماضية كما حث فالون بقية الدول الأوروبية على تقديم المساعدة في قضية إنقاذ المهاجرين مشيرا إلى أن أكثر من ثلاثة ألاف شخص يحاولون يوميا العبور باتجاه السواحل الأوروبية من ليبيا حل شهر الصيف وتزامنت معه هذه المرة موجة كبيرة من المهاجرين غير النظامين الفرين من النزاعات الدائرة في عدة مناطق في إفريقيا والشرق الأوسط انطلاقا من السواحل الليبية فقد وصل عدد من أنقذتهم قوارب البحرية الإيطالية المنتشرة في عرض البحر الأبيض المتوسط في الساعات القليلة الماضية إلى ما يزيد عن ثلاثة ألاف شخص في ظل تردد أنباء عن استعداد عدد كبير من المهاجرين إلى الانطلاق من السواحل الليبية ورغم ضعف إمكانيات قوات خفر السواحل الليبية فقد تمكنت قوارب الانقاذ التباعة لها من القبض على مئات مهاجرين غير نظاميين مما يحملون جنسيات سودانية وإيرترية وغيرها قدر عددهم بنحو 150 مهاجرا بنا على التعليمات التي وصلتنا والمعلومات طلعنا وتوجهنا لعرض البحر حوالي 17 ميل على الساحل يعترض من القارب هجرة شرعية يحمل على مثل حوالي 150 مهاجر شرعي مختلطين نساء وأطفال وشيابين وانقذنا من الغرف المحق فرنا من التوترات الأمنية في بلدانهم يجد هؤلاء المهاجرون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر من السودان دفعت 1600 لأسل طرابلس من طرابلس أمشي إيطاليا طع البحر دفعت 1800 وتغربت علي هنا وسط البحر موجة جديدة من قوارب الموت تجداح المتوسط في ظل سعي عدد من الدول الأوروبية إلى الحصول على موافقة من مجلس الأمن للقيام بعملية عسكرية تحد من عمليات تهريب البشر عبر البحر المتوسط وقد توقع وزير الدفاع البريطاني الذي تشارك بلاده حاليا في عمليات الإنقاذ مايكل فالون وصول مئات آلاف المهاجرين غير النظامين قادمين من ليبيا مع بداية الصيف منتصف ليل متواصلة وفيها بعد الفصل رغم الاشتباكات وتأزم الأوضاع الأمنية شباب المدينة ونساؤها يطلقون حملة بنغازي يد بيد لتنظيف المدينة مقتل ثلاثة من أفراد حراسة بوابة أبوغرين في هجوم من قبل مجموعة تنسب نفسها لما يعرف بتنظيم الدولة وأبو سهمين يقولون هذه التنظيمات هي العدو الحقيقي ضد بناء الدولة رئيس غرفة عمليات السرط يقولون ما يعرف بتنظيم الدولة بسط سيطرته الكاملة على المنطقة الممتدة من سرط لابن جواد إنقاذ ما يقارب ثلاثة ألف وخمسمائة مهاجر غير نظامي في المتوسط في الساعات الأربع والعشرين الماضية وتوقعات بارتفاع قوارب الهجرة هذا الصيف أطلق عدد من شباب مدينة بنغازي ونسائها حملة بنغازي يد بيد في لفتة منهم لتزيين المدينة وإعادة الحياة إليها وسط ما تعانيه من توترات أمنية وتأزم للأوضاع الإنسانية المزيد نستعرضه في سياق تقرير لاتي رغم ما تعانيه مدينة بنغازي من ترد الأوضاع الأمنية وصعوبة التنقل داخل شوارعها فضلا عن توقف أغلب الخدمات العامة نتيجة النزاع الدائري منذ أكثر من سنة إلى أن هناك من يحاول تقديم خدمة لمدينته التي أرهاقتها الاشتباكات الدامية حملة بنغازي يد بيد بادرة ذاتية أطلقها عدد من شباب ونساء المدينة تهدف إلى تنظيف الشوارع والمناطق التي تتراكم فيها الفضلات وإزالة جميع الملصقات الدعائية التي تشوه المباني الحكومية والأماكن العامة إضافة إلى تزيين الشوارع الرئيسية بعد الانتهاء من تنظيفها وطلاء الأرصفة وإنارة الطرق لم يقف شباب بنغازي ونساؤها مكتفي الأيدي أمام ما تعيشه المدينة من وضع بيئي سيئ قد تكون له تأثيرات سلبية على صحة ساكنيها بل قاموا بهذه البادرة ليثبتوا أن هناك من يريد أن يرى بنغازي في أجمل حلتها رغم تأزم الأوضاع الأمنية والإنسانية فيها وقبل ختام النشر إليكم تذكيرا بعنوينها مقتلوا ثلاثة من أفراد حرسة بوابة أبو جرين في هجوم من قبل مجموعة تنسب نفسها لما يعرف بتنظيم الدولة وأبو سهمين يقول أن هذه التنظيمات هي العدو الحقيقي ضد بناء الدولة رئيس غرفة عملية سيرت يقول أن ما يعرف بتنظيم الدولة بسط سيطرته الكابلة على المنطقة الممتدة من سيرت لبن جواد انقذوا ما يقارب بثلاثة آلاف وخمسمائة مهاجر غير نظامي في المتوسط في الساعات الأربع والعشرين الماضية وتوقعات بارتفاع قوارب الهجرة هذا الصيف النشر انتهت دمتم في أمن الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر